استطلاعات الرأي تتوقع فوز الرئيس نيكا راكوي المنتهي ولاية دانيا الأرتجا بغالبية كبيرة على منافسه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد ما يؤهله للحصول على عهدة الرئاسية الرابعة بينما تحصل زوجاته روزاريو موريو على منصب نائب الرئيس هذه خطوة أولى لمنح هذه العملية الانتخابية أملا من خلال توجيه رسائل إلى شعبنا لن يحدث ذلك عبر رسائل الكراهية والموت أولئك الذين طالما تم الاستماع إلى أصواتهم طوال تاريخ نيكاراكوا المعارضة وصفت الانتخابات بالمهزلة ابنة زوجة الرئيس أورتيغا التي سابق وأن اتهمته بالتحرش الجنسي ضدها قالت من كوستاريكا حيث تقيم ما حدث خلال هذا المسرح الانتخابي عبارة عن مهزلة وفق تعليمات النظام الذي يريد قبل كل شيء الحصول على الشرعية أورتيغا الذي يبلغ من العمر سبعين عاما يتمتع بشعبيات كبيرة وخاصة بين الفقراء الذين يشاكلون أكثر من تلت عدد سكان بفضل برامجه الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر